في ختم مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي جونج يانج يتب دي استياءها وبومبيو يصفها بالمثمرة الجيش السوري انتشر على معبر نصيب الحدودية مع الأردن وروسيا تؤكد التوصل لتفاق نهائي حول درع ورئيس الوزراء يتابع تطورات حريق مستشفى الحسين وشيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيق عاجل حساد الأخبار من الأوم أهلا بك رغض أهلا بكم مشاهدين الكرام وإلى التفاصيل قبل مغادرته كوريا الشمالية إلى اليابان أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك كابومبيو أن محادثاته مع المسؤولين الكوريين الشماليين كانت مثمرة وبناءة لكنه لم يقدم تفاصيل جديدة بشأن مدى التزام بيونج يانج بنزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية أمريكية حظينا بساعات طويلة من المناقشات المثمرة لقضايا معقدة ولكننا أحرزنا تقدما في جميع القضايا الرئيسية تقريبا حيث حظيت بعض الجوانب بتقدم كبير بينما تحتاج جوانب أخرى للكثير من العمل لدينا الآن اجتماع يطم التحضير له ليكون يوم الثاني عشر من شهر يوليو والذي ربما يستمر إلى يوم أو يومين حيث تجرى مناقشات بين الأشخاص المسؤولين عن إعادة الرفات وسيتم هذا على الحدود وستبدأ هذه العملية في التطور والنمو على مدار الأيام اللاحقة ومن ثم كانت محادثات مثمرة للغاية حول العملية التي سننفذ بها الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة سنافورة وقد نددت كوريا الشمالية بالمطالب المبالغة فيها للولايات المتحدة وصفة سلوكها بأنه مؤسف للغاية إثراء المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو في بيونج يونج قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلت وكالة ينهب الكوريا الجنوبية للأنباء أن السلوك الأمريكية والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات العالية المستوى الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية وتأتي المحادثات بعد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة وقع خلالها الزعيمان وثيقة تعهد فيها بالعمل نحو نزع الصلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية المزيد ينضم إلي عبر الهاتف السيد مهدي عفيفي الكاتب والمحل السياسي من نيورك سيد مهدي أهلا بك معنا على شاشة أون لايف إذن ما هذا التناقض التام بين موصف المحادثات من جانب بومبيو بأنها كانت مثمرة للغاية وفي المقابل بيونج يونج ترى أنها كانت مؤسفة وكسر السكفة التوقعات التي كانت تعلقه علي بالطبع المباحثات في مسألة مثل نزع السلاح النووي من أعقد المباحثات لأن كوريا الشمالية تعتمد على هذا قلبا وقالبا في ضغوطها على المجاورين بالإضافة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بنظام الملفات حيث تحاول حل ملف المفقودين منثمة الدخول في نقاشات مختلفة تتعلق بكل ملف على حدة إنما كوريا الشمالية لها اهتبامات خاصة بالاهتمام الأمني إضافة إلى الاقتصاد الذي يكاد أن ينهار داخل كوريا الشمالية ولذلك نرى هذا التناقض إضافة إلى كوريا الشمالية دائما تخاطب الداخل في مباقشتها والولايات المتحدة الأمريكية تخاطب المجتمع الأمريكي طيب ما الذي توقعته بيونج يونج من واشنطن وتحديدا في هذه الزيارة خاصة أنه مايك بومبايو كان واضحا قبل أن يلتقي المسؤولين أو نظيره الكوري الشمالية عندما قال أن بيونج يجمن المفترض أن لديها خطة مفصلة للأسلحة النووية الخاصة بها ولديها خطة أيضا وتفاصيل حول كيفية نزع السلاحية في شيب الجزيرة الكورية بعدما ظهرت بعض المعلومات للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية لذالت تنمي في قدراتها النووية توقفت للولايات المتحدة الأمريكية عن الحطوة الأولى والتي كانت هي الإفراج عن بعض العفظات على كوريا الشمالية رفضا إلى رفع الحظر عن بعض الشركات فأعتقد أن هذه المسألة ستأخذ بعض من الجهد من الكوريا الشمالية حتى تصمت للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي حقيقة عملها في نزع السلاح النووز هل يمكن أن نتوقع ثمة وساطات يمكن أن تتدخل لتجاوز هذه المرحلة من المحادثات الأمريكية الكوريا الشمالية؟ بالطبع، بالطبع، فإن الصين واليابان وكوريا الجنوبية من اللاعبين الأساسيين في تلك الوساطة وأعتقد أن في الأيام القليلة الماضية القادمة سنجد بعض الانفراجات في ملفات مختلفة كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع ملف في حينه شكرا لكم تماي عبر الهاتف من نيويورك الكاتب والمحل الأسياسي مهدي عفيفي استعد الجيش السوري السيطرة الكاملة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن والذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات هذا وبث تلفزيون السوري لقطات تظهر وصول تعزيزات عسكرية إلى المعبر في إطار اتفاق تم التواصل إليه مع المعارضة بوسطة روسية الذي يقضي بانسحاب المعارضة وتسليم أسلحتها الثقيلة وذكر التلفزيون أن قوات الجيش انتشرت في المعبر لتنشيطه وتطهيره من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الجماعة المسلحة وقد بدأ ألاف نازحين السوريين بالعودة إلى منزلهم في محافظة درع مع توقف القصف عقب اتفاق بين الحكومة والمعارضة المسلحة برعاية روسية أوضحت مصادر سورية أن النازحين الموجودين في المنطقة الحدودية مع الأردن عادوا منذ عصر أمس إلى قراهم وبلداتهم في ريف درع الجنوبي الشرقي واستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع نقاط الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة مواطنيها في حل أزمة البلاد بل عمقت منها وزادت من فجوتها وضف جرجاش في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مرحلة استجداء الدوحة لدول العالم لم تجد نفعا وتوقيع العقود مع الغرب فشلت أشار جرجاش إلى أن السياسة المرتكبة للدوحة وإنفاق المزيد من الأموال ساهمت في خفض البطالة عند مرتزقة الغرب ودعمت التطرف والإرهاب أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف على جميع الجبهات وأضف أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية في محافظة صعد تحت ضغط عمليتي متزامن من التحالف وأكد تحالف مقتل 341 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي في الـ 72 ساعة الماضية أكدت الدولة الإمارات التزام التحالف العربي في اليمن بالخطط الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني لسيما في محافظة الحديدة هذا اتهمت الإمارات في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي ميليشيا الحوثي بمفاقمة الوضع الإنساني في الحديدة عبر زر الألغام ومنع وصول المساعدات واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة كذلك أكدت إنشاء التحالف لثلاث مستشفيات رئيسة وتسعة عشر مركزا صحيا في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية في العراق طلب زعيم التلاف الوطني إياد علاوي بإعادة فرز وعد جميع الصناديق يدويا في الانتخابات الفالمانية الأخيرة عقب اتهامات بوجود خروقات شابت العملية الانتخابية قال علاوي في بيان إن نسبة التزوير التي أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي في بعض مراكز كاركوك تشير إلى أن الانتخابات كانت مهزلة كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي كما وصفها وأشار علاوي إلى أن نسبة التزوير في كاركوك وصلت في بعض المراكز إلى 50% قالت مسؤولة شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني إن الدول الأوروبية تقدمت مقترحات لضمان استمرار العمل بالاتفاق النووي إذا التزمت إيران بتفاصيل الاتفاق في إشارة إلى عدم التوصل إلى انفراجة حتى الآن جاءت التصريحات موجريني عاقب اجتماع في فيينا للدول المواقعة على الاتفاق النووي الإيراني استدعت إيران السفيرة الهولندية لديها في طهران احتجاجا على ترحيل اثنين من تبلوماسيها في هولندا بتهمة التخابر ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي القرار الهولندي بغير الودي وغير البناء وقال إن إيران لها الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة شيع المئات في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان جثمان ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص الجيش الهندي وقال شهود عيان إن الجنود فتحوا نيران في منطقة كولجام جنوبية كشمير بعد أن تظهر مئات المحتجين الغضبين من عمليات بحث الجيش عن مسلحين مشتبه بهم يترون فؤدام عشية الذكرى الثانية لمقتل القيادي المتمرد برهان واني بيد القوات الهندية في يوليو من عام 2016 فالصومال قتل خمسة مدنيين في هجوم مزدوك بسيارة ملغومة أقبوا تابدل إطلاق النار استادف مقر وزارة أدخلية بالعاصمة مقديشو وقد أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤولية عن هذا الهجوم مشهد بات مألوفا لغالبية الصوماليين فالتفجيرات وسقوط القتلى لم يعد أمرا استثمائيا في ظل استمرار تحدي الإرهاب ممثلا في جماعة الشباب المرتبطة بظنظيم القاعدة العاصمة مقديشو كانت مع فصل جديد من الفصول الدموية عندما استهدف هجوم المزدوك بسيارة مفخخة أعقبه تبادل الإطلاق نار مقر وزارة الداخلية رغم الإجراءات الأمنية المشددة وتسبب الهجوم الذي استمر لساعتين في مقتل وإصابة العشرات فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بمبنى وزارة الداخلية كما يعد الهجوم هو الثاني من نوعه منذ فبراير الماضي حينما قتل 24 في اعتداءات نفذتها حركة الشباب الإرهابية وخلال العامين الماضيين شهدت العاصمة الصومالية مقديشو أكثر من 20 هجوما إرهابيا أصفرت عن مقتل 420 شخصا وكان أعنفها في شهر أكتوبر الماضي حيث وقع المئات بين قتلى وجرحة بثلاث هجمات استهدفت مقر البرلمان ويعد الإرهاب في الصومال أحد الملفات الملحة التي تهدد السلم والأمن في القارة الإفريقية في ظل إصرار جماعة الشباب على نهجها الإرهابي ورفضها لإلقاء السلاح في وقت تكافح الحكومة الصومالية من أجل التصدي لمخاططات الإرهاب والجماعات التي تقف وراءه وتموله بالمال والسلاح أدان دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية التي قامت بها مجموعة من العناصر الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال ما أسفر عن 20 قتيلا وجريحا هذا أكد مفتي الجمهورية في بيان له أن سعي الجماعات الإرهابية الحثيف لإثارة القلق والاضطرابات داخل البلدان هو دليل على أن الغرض من أفعالهم الإجرامية ليس الصالح العام للناس ولكن إشباع رغباتهم في سفك الدماء والتكالب على السلطة أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد أن طرفي أنزع في جنوب سودان توصلا إلى اتفاق حول تقصم السلطة ينص على التولير يكمشار مجددا منصب نائب رئيس جذلك عقب اللقاء الذي عقد في أغندا لإنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية في جنوب سودان وأوضح الدرديري أحمد أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب لرئيس يكون النائب الأول يكمشار ومنصب النائب الرابع سيمنح لامرأة من المعارضة وأضاف أنه سيتم بحث تفاصيل إضافية خلال مفاوضات تعقد في الخرطوم وكينيا في الأيام المقبلة قتل جندي أمريكي وعصيب اثنان آخران في هجوم جنوبية أفغانستان أقلت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي في بيان أن المصابين في حالة مستقرة مشيرة إلى أن الواقع قيد التحقيق من جاتي قال شرطي أفغاني أن الهجوم وقع في المطار الرئيس في ولاية أوروزغان قيدين حصادنا مستمرة مع حضراتكم المزيد من الأخبار بعد قلب أهلا بحضراتكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار انتقد رئيس الأمريكي دونالد تومب أوروبا بشأن الإنفاق الدفاعي والتجارة قبل أيام من توقعه إلى بروكسال لحضور قمة حلف الشمال الأطلسي مع الحلفاء وذلك بعد مواجهة مباشرة الشهر الماضي مع الشركاء الرئيسيين في اجتماع مجموعة السبع متسلحا بانتقادات اللاذعة لشركائه الأوروبيين بشأن الإنفاق الدفاعي والتجارة والاتفاق النووي مع إيران يبدأ رئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للقارة العجوز وتلقي التوترات الأخيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بظلالها على التعاون المخطط له خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المرتقبة في العاصمة البلجيكية بروكسل سأخبر حلف الناتو بأن عليهم البدء في دفع الفواتير فإن الولايات المتحدة لن تعتني بكل شيء كما انتقد ترامب بشكل مباشر المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أثناء تجمع لأنصاره في مونتانا تحدثت مع أنجلا وقلت لا أستطيع أن أضمن شيء لكننا نحميكم وهذا يعني الكثير بالنسبة لكم لأنني لا أعرف مقدار الحماية التي نحصل عليها بحمايتكم ورغم أن كلام ترامب موجه لمركل فإنه يشمل أيضا الأوروبيين في إشارة للفقرة الخامسة من ميثاق حلف الناتو والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي دولة عضوة أو أكثر من أعضاء الحلف في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما على سائر الدول الأعضاء ويصيدر الخلاف في وجهات النظر في مواضيع عدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ ونقل سفارتها إلى القدس وأخيرا الحرب التجارية بين الطرفين الأمر الذي يزيد من احتمال تأثيراتها السلبية على علاقات التعاون ضمن صفوف الناتو وأتأت القمة المرتقبة بين ترامب ونظيره روسي فلاديمير بوتين عقب قمة الناتو لتزيد من مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية أن يتخذ الرئيس الأمريكي مواقف غير متفق عليها مع الحلف تضر حسب وجهة نظرهم بمصالح الدول الأعضاء لذلك يرى خبراء ضرورة أن لا يخرج ترامب خاسرا من قمة بروكسل حتى لا يتم دفعه إلى تقديم تنازلات لنظير روسية في قمتهم المرتقبة وعلى عقس قمم الاتحاد الأوروبي فإن البيانات الختامية الناتجة عن قمم الناتو تعتبر حصيلة شهور طويلة من المباحثات بين الحلفاء إذ يوقع القادة خلال القمة على القرارات المتفق بشأنها مسبقا لذلك تتصاعد المخاوف أن تشهد القمة رفض ترامب لبعض القرارات على غرار رفضه لبيان مجموعة الدول السبع بعد موافقته الأولية عليها الأمر الذي ينظر باستمرار الخلاف بين الجانبين ويؤثر بشكل كبير بحسب خبراء على مستوى ونوع التضامن والوحدة داخل حلف الناتو حيال القضايا العالمية اعتبرت المدير العام لصندوق النقدة دولي كريستين لاجارد أن الاتحاد الأوروبي له أهمية استراتيجية لكل من طرفي الحرب التجارية الدائرة حاليا ما بين الولايات المتحدة والصين هذا أكدت لاجارد أن اتحاد الأوروبيين شرط أساسي كي تتمكن أوروبا من لعب ورقتها في هذا الصراع كما أشهدت بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي سيشارك في قمة في بيكين يوميا 16 و17 من يوليو الجاري وأضافت المدير العام أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصنع قدره بنفسه وقد قالت المساشرة الألمانية أنجل ميركل أنها تأمل في تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة وضافت في مؤتمر صحفي بحضور تيبلوماسيين بينهم السفير الأمريكي أن تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إيجاد حل لهذا الخلاف وإن هذا سيكون مفيدا للطرفين قالت الصين أن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء حرب تجارية وذلك بعد فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار ورد بيكين بالمثل وسط تحذيرات وترقب في الأسواق المالية الصين لم تكتفي بتوصيف الحالة التي أشعلتها القرارات الأمريكية بل تعهدت باتخاذ إجراءات ممثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للدولة بحسب وزارة التجارة الصينية وفيما يشبه بحزمة إجراءات صينية للرد على القرار الأمريكي الذي وصفته أيضا بتصلت التجارية قرر بيكين رفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية في ظل ما يمكن أن يحدثه القرار الأمريكي من بلبلة في الأسواق العالمية فضلا عن تعهد بيكين للعمل مع دول أخرى لحماية التبادل الحر نحن بالطبع لا نريد خوض حرب تجارية ولكن إذا تدررت المصالح المشروعة لأي بلد فعندئذ بالطبع يحق لهذا البلد أن يحمي مصالحه الخاصة بحزمة وهذا أمر لا شك فيه وتعد الرسوم الجمهورية الأمريكية الجديدة على البضايا الصينية خطوة أولى سيتبعها خطوة ثانية على الولادة الصينية بقيمة 16 مليار دولار والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين وتأتي تلك قرارات الأمريكية على الصين بسبب ما قالت إدارة ترامب إنه تعويض عن سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجية الأمريكية وتعهد ترامب باتخاذ خطوات تصادية أخرى ضد بيكين في حال رفع تعريفة على المنتجات الأمريكية معلنا استاداده لفرض ضرائب على ما يصل إلى 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية الحرب التجارية بين الدولتين الكبيرتين لن تقف أضرارها المحتملة على الصعيد الاقتصادي لهم فقط بل سيمتد أيضا إلى الصعيد الدولي وتأثر الاستثمارات وتبطء النمو ما ستفعله الولايات المتحدة سيكون له تأثير طويل المدى على نظام التجارة العالمية وأعتقد أن الصين ستحتاج إلى حماية مصالحها في تلك العملية ومن ناحية أخرى ستفكر بيكين فيما يجب أن يكون عليه النظام الجديد في المستقبل ولم يكن استهداف ترامب للصين تجاريا هي السابقة الأولى بل سبقها استهداف شركائه التقليديين على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا وذلك تحت الشعر الذي رفعه أمريكا أولا معنا اهتفال نيطاليك خبير أشهر الأسيوية دكتورة نادية حلمي أستاذ ألالوما السياسية بجامعة بني سويد دكتورة نادية أهلا بحضرتك أبدأ معك من تصريح المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجردا عندما قالت بأن الاتحاد الأوروبي له أهمية استراتيجية لكل من طرفي الحرب التجارية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين سؤالي هنا يعني كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستفيد من هذه الأزمة؟ يعني أعتقد أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أجل زيادة الحماية التجارية الأمريكية يعذب المخاوف بإضطراب أسواق المال العالمية وهو بالفعل ما حدث يعني في العام الماضي لأن المستثمرون أصبحوا يخشون من أن هذا الخلاف التجاري المدمر سوف يؤثر على النمو العالمي ويعني وفي إطار هذا الأمر كان رد الجانب الصيني وتحديدا كان رد وزير التجارة الصيني شان شان قال أن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستسلب كارثة لإقتصاد العالمي وقال أن الصين لا تريد أبدا الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية أعلنت قائمة جديدة بتشمل 1300 منتج وسلعة الصينية بتبلغ قيمتها 50 مليار دولار قامت بفرض رسوم جمهورية إضافية عليها بنسبة 25% وذلك يعني في محاولة من واشنطن لإجبار الجانب الصيني على تغيير ممارساته بخصوص الملكية الفكرية وصرقة الأسرار الصناعية والتكنولوجيا الأمريكية بالقوة وهو ما يعني ردت عليه حكومة بكين بأنها ستشعل حرب ممثلة ضد واشنطن الشيء المهم هي قالت أيضا دكتورة نادية بكين قال بأنها هددت باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية طبعا لأن هذا لحفظ ميزان التجارة الدولية ننتقل إلى نقطة أخرى يعني لم يمضي دكتورة نادية سوى شهر تقريبا على زيارة التوزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إلى الصين والتي وصفت هذه الزيارة بالناجحة وفي المقابل يفجأنا رئيس دونالد ترامب بهذا القرار ودخول هذه القرارات حيث تنفيذ به الأمس هل هو جائز أن يفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الاقتصاد والسياسة؟ يعني أعتقد أن الاقتصاد والسياسة هما وجهين لعملة واحدة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس المزيد من الضغوط على الصين يعني اقتصاديا من أجل تحقيق أغراض سياسية وهو الأمر يعني على سبيل المثال تزايدت مبيعات الأسطاحة الأمريكية لتايوان وهي العدو اللدود للصين لحكومة بكين والتي توضع الانفصال سياسيا واقتصاديا وجغرافيا عن حكومة بكين وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال حرب أو أزمة في العلاقات بين بكين وواشنطن وعلى الصعيد الآخر فإن الحماية الصينية المضاعفة لنظام بيونغ يونغ يعني قد أدى إلى أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ربما تحاول الضغط على بكين من أجل أن تضغط على بيونغ يونغ لإعطاء المزيد من التنازلات لشأن البرنامج النووي والملف النووي لكوريا الشمالية نعم يعني أعتقد أنها كلها ملفات يعني متشابهة ومتضاربة يعني أن الضغط على ملف يقود إلى التأثير على ملف آخر وإدارة دونالد ترامب قد أعلنتها صراحة بممارسة أقصى ضغط ممكن من الضغوط سواء على حكومة بيونغ ياغ أو حكومة بكين دكتورة نادية يعني هل يدفع الخلاف الحاصل ما بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق عنه وكذلك انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بشأن الانفاق الدفاعي والتجاري هل يدفع ذلك كل أوروبا إلى إقامة علاقة اقتصادية وتحالف اقتصادي قوي مناهض دي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعتقد أن الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي تشكل تحديا كبيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو حتى في بداية حملات الانتخابية وعد أنصاره بأن يقوم بإصلاح سياسات أمريكا التجارية لتحقيق مصالح العمال الأمريكان الذين تتقلص فرص العمل أمامهم مهم بالسبب المنتجات الرخيصة القادمة من الصين والاتحاد الأوروبي ورفع يأتي رفع تعريفات الجمهورية على وردات الولايات المتحدة بالأخص يعني على الصلب وعلى الألمونيوم إن ذلك قد أحدث ضررا بلغا لعدم من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا هي ألمانيا تعاد أهم الأطراف الأوروبية الأكثر تضررا نتيجة لأنها تقوم بتصدير كميات كبيرة من الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى النقيدة أو على الوجه الآخر أيضا فرنسا أيضا متضررة لأنها تعتبر أن تطبيق التعريفة الجمهورية الأمريكية جديدة وخاصة على الصادرات فرنسا لي الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي إلى تضاق الفرص العمل والتأثير على أحوال فرنسا بل وأحوال أقار الأوروبية الاقتصادية والأوروبيين أجمعوا بأن السياسات ترامب الحماية وزيادته للتعريفة الجمهورية للتدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة من الصلب والألمونيوم سوف يكون لها تبعات خطيرة لم تكون في مصطحة أوروبا بأي حال من الأحوال لأنها سوف تؤدي إلى أن يفقد الآلاف فرص العمل أمامهم وهناك دعوات بأن يتوحد الاتحاد الأوروبي اقتصاديا ويعني وسياسيا ويوحد جهوده في إطار منظمة التجارة العالمية وهناك أيضا دعوات بأن تتوحد قوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية مع جهود الصين والبرازيل والنقطة الأخيرة التي أود التركيز عليها أيضا هي أن البريطانيين يعني إنجلترا ربما كانت هي الأخصى السيطرة على ردود أفعالها تجاه القرارات الأمريكية ولكن في الفترة الأخيرة تصعدت نخوف أيضا من أنه ربما تكون في ساب ترامب الحمائية الجديدة وزيادة للتعريفات الجمهورية ربما سوف يكون لها تأثير سلبي على الصناعة الصلب الإنجلي نعم هاتفيا خبيرة شؤون الأسيوية دكتور نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية بجامع باريسويف شكرا جزيلا لك بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في التواصل مع قيادة حزب المحافظين والمفوضية الأوروبية لإقناعهم بمقترح إنشاء منطقة تجارة حرة مع التحدي الأوروبي بعدما ناجحت في الحصول على موافقة وزراء حكومتها بشأن الإجراءات الاقتصادية مع بعض الخروج من التحدي الأوروبي وأعلنت الحكومة البريطانية بأن الاقتراحات الواردة بمقترح ماي ستتيح تفادي العودة إلى إقامة حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية وكانت هذه المسألة أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية وكذلك كانت مصدر قلق شديد لسكان الجزيرة طلبت الإدارة الأمريكية من إحدى المحاكم تمديد مهلة لم شمل عائلات المهاجرين بسبب حاجتها إلى مزيد من الوقت لإجراء تحقيقات لازمة وتثبت من الهويات في مذكرة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض النووي لتحديد النسب العائلي موضحة أن تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت حتى وإن تم تسريعها وكانت محكمة أمريكية قد أعطت مهلة 14 يوما لإعادة جميع الأطفال دون 5 سنوات لذويهم ومهلة 30 يوما لإعادة جميع من تزديد أعمارهم على 5 سنوات لأهلهم قدت محكمة فرنسية على البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس باستجني أربع سنوات وبالمنع التام من الموجود في الأراضي الفرنسية بعد إدانته بالعمل لدى موقع أنصار الحق ناطق بالفرنسية قال الادعاء بأن الموقع كان ينشر بيانات لتنظيمات متطرفة وتبنى اعتداءات وتطبيقات للتشفير وإنه كان أداة بيد منظمات إرهابية من أجل التجنيد والتواصل مع الشباب يشهد العالم موجات قياسية من الطقس السيء غير المسبوقة في بعض البلاد تتنوع بين درجات حرارة مرتفعة وسيول وفيضانات غزيرة إلى الحد الذي أوقع قتلى ومفقودين ولم يستثني التغيير المناخي أي من قرات العالم في الأعوام القليلة الماضية بدأ سكان العالم يستشعرون مخالب التغيير المناخي بشكل ملموس في كافة أنحاء الأرض ففي كندا لقي العشرة حتفهم خلال الأسبوع الجاري جرأ موجة حر ضربت شرق البلاد وشهدت مونتريال الكبرى أكبر عدد من حالات الوفاة وفي القرات نفسها في الولايات المتحدة فقد شهدت ولاية كاليفورنيا في الجنوب موجة حر قياسية حيث سجلت درجة الحرارة في لوسانجلوس 180 درجة فيرنهايت ومن المتوقع استمرار الارتفاع الأمر الذي أدى إلى اندلاع ثلاث حرائق بالغابات التهمت أكثر من مئة فدان شمال سان برناردينو وحث المسؤولون السكان على الاحتماء والبقاء في منازلهم بسبب الحرارة كما حذروا من الأمراض المرتبطة بالحرارة التي تؤدي إلى الوفاة وفي ألمانيا تعرضت أجزاء من غرب البلاد لأمطار غزيرة بينما لم يشهد شرق البلاد سقوط أمطار منذ أسابيع مما زاد من خطر اندلاع حرائق الغابات وأكبر مزارعين على جني محاصلهم في وقت مبكر كما اكتست بلدة صغيرة في فرانكفورت بطبقة من الطين وإلى الجنوب من برلين قرب الحدود البولندية حاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابة بمساحة 988 فدان الأمر الذي سيكلف القطاع الزراعي أثمانا باهظة بنقصان المحاصيل عشرات الأطنان أما أسيا فقد فقد عشرات الأشخاص على الأقل في اليابان وأصب عدد بحالة أعياء شديد بعد أن شهدت مناطق غرب أوسط اليابان أمطار غزيرة أودت بحياة العشرات من الأشخاص وأبقت أحياءة الأرصاد الجوية اليابانية على تحذيرات بشأن الأحوال الجوية في عدد من المناطق وحثت على توخي الحذر من الانهيرات الأرضية وارتفاع من سوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط الأمطار التي وصفتها بأنها تاريخية الشرق الأوسط لم يكن بمعزل عن موجات الحرارة إذ شهدت مدن ارتفعا قياسيا في درجات الحرارة ففي العراق سجلت مدينة العمارة في محافظة ميسان أعلى درجات الحرارة في العالم بدرجة 51 مئوية إلى جانبي ثماني مدن عراقية أخرى ضمن جدول يضم خمس عشرة مدينة لدول العالم قالت حيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن تسعة وأربعين شخصا لقوا حتفهم وفقد ثمانية وأربعون آخرون قلت سقط أمطار غزيرة غرب ووسط اليابان ما دفع السلطات لإصدار أوامر لأكثر من مليون وستمائة ألف نسمة بإخلاء منازلهم أصبحت خدمة جوجل الترجمة على الهواتف المحمولة وسيلة لا غنى عنها لدى العديد من مشجع كرة القدم الموجودين حاليا في روسيا حيث يستخدمونها في التواصل مع أهالي البلد المزيد في سياق هذا التقرير ربما تكون كرة القدم اللغة الأكثر عالمية بين مشجعها لكن عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع سكان المحليين في روسيا البلد المضيف لمباريات كأس العالم فإن حب اللعبة لا يكفي في بعض الأحيان وللتغلب على الحواجز اللغوية في روسيا قرر مشجع المونديال استخدام تطبيقات الترجمة من موقع جوجل على هواتف المحمولة الأمر الذي ساعدهم في البحث وكتابة العبارات أو الإيماءات المطلوبة من الصعب فهم الأبجادية السريالية باللغة الروسية لذلك نستخدم جوجل طوال الوقت ونسأل الأشخاص عن ما يحاولون تقديمه لنا أو ما سيتناولونه في أحد المطاعم ثبت أن البرنامج لغن عنه للعديد من المشجعين للتواصل مع السكان المحليين في المدن المضيفة لكأس العالم حيث يكتبوا المشجعون الأجانب ما يريدون أن يقولوه باللغة الروسية بلغتهم الأصلية ويعرضون الترجم على السكان المحليين كما يستخدم أخرون التطبيق الصوتي الذي يتيح لهم التحدث إلى الأشخاص بلغات أخرى كنت في متجر للهدايا التسكرية وكانت السيدة تجلس على جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتكتب الكلمات باللغة الروسية ثم تطلب مني النظر في شاشتها لقراءة الكلمات بالإنجليزية على الرغم من أن التطبيق يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ترجمات غير دقيقة أو محرجة إلا أن المشجعين يقولون أنه قد عزز من تجربة كأس العالم بشكل كبير حصدونا مستمر مع حضراتكم المزيد من الأخبار بعد قليل أهلا بكم من جديد ونوصل إلى تقديم الأخبار في الشأن المحلي تابع رئيس الوزراء مصفى مدبولي تطورات حادث الحريق في مستشفى الحسين الجماعية وأجرى أربعة اتصالات مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ القاهرة للإطمأنني على إنهاء أعمال الأطفاء ورعاية كاملة للمصابين وجه رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى وتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى وشددا على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أولا بأول هذا وأجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد سليم عميد كلية طب جامعة الأزهر لمتابعة حادث حريق داخل مستشفى الحسين الجماعي مشيرة إلى أنه تم الاطمئنان على حالات المصابين وأضافت زايد أنه تم إرسال فريق طبي من الوزارة وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة مضيفة أنه تم إخلاء المرضى المحتجزين داخل المستشفى إلى مستشفيات المنيرة ومنشية البكري وأحمد ماهر وباب الشعرية وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث أو الحريق الذي شبه بمستشفى الحسين الجماعي ومحاسبة المسؤولين حسب نتيجة التحقيقات كما وجه فضيلة الإمام الأكبر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة واتبع دكتورة طيب الحريق أولا بأول من خلال قيادات الأزهر الموجودة في مقر المستشفى واطمأن على حالة المرضى والمصابين برؤية واضحة وجدول زمني محدد جاء قرار الرئيس عبدالفتاح سيسي بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ليؤكد ما أعلنه الرئيس فور تنصيبه بولاية ثانية من أن الصحة على رأس أولوياته خلال الأربع سنوات المقبلة بعد أشهر من اعتماد مجلس النواب لقانون التأمين الصحي الشامل أمر رئيس عبدالفتاح سيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهدية على فترات وجدول زمني محدد قرار الرئيسي جاء بعد أيام من انتشار شائعات بتأجيل تطبيق المشروع لأجل غير مسمى وهو ما سرعت الحكومة بنفية في ظل أنه يعد أحد أهم محاور برنامج الحكومة الجديدة التي تقدمت به إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي ويتضمن الأمر الرئيسي خمسة خطوات محددة يستهدفها المشروع خلال مرحلته الأولى التي ستطبق في محافظات إقليم القناة وهو ما ينعكس على جودة المنظومة الصحية في مصر إذ يستهدف المشروع في تلك المرحلة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحارقة خلال فترة ستة أشهر وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بجميع محافظات مصر وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات وعلاج خمسة وأربعين مليون مصاب بفيروسي خلال عامين ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تجهيز وميكانة محافظات بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام ليبدأ اتباعاً تطبيق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى ومن شأن المشروع أن ينهض بالقطع الصحي في مصر ويعمل على إصلاحه بمشاركة مختلف الجهات المعنية بما يعود بالفائدات على صحة المواطنين فضلاً عن رفع مستوى التدريب لمختلف عناصر المنظومة الطبية بما يعزز من مكانتهم الإقليمية والدولية ويأتي الاهتمام الرئاسي بالمشروع في إطار كون الصحة أحد العناصر التي أعلن الرئيس عبدالفتاح أسيسي أنها على رأس أولوياته في فترة ولايته الثانية والتي تأتي إلى جنب التعليم والثقافة افتتحت وزارة الشباب ورياضة مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربية وفي كلمتي أكد وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي أن الوزارة تخاطب الشباب ورسالة التي يعمل عليها تتمثل في العمل على تطويرهم لأنهم يمثلون فكرة وعقل البلاد وهم من سيتحملون أعباء المستقبل وزارة الشباب والرياضة بتخاطب الشباب الشباب في الحقيقة إذا كان ملفنا شباب والرياضة فالشباب بيصدق الرياضة رسالتنا للشباب كبيرة جداً لديها مفاهيم عميقة جداً الشباب فكر الشباب عقل الشباب كيان حرار عقفة قوة الشباب هو مراية العصر هو اللي يتحمل أعباء المستقبل الشباب هو الولاء الشباب هو الاندماء الشباب يمثل الكثير قدوة لما قبله ويحتزى بقدوة للأجيال السابقة وأشر وزير الشباب والرياضة إلى أن مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي يأتي في إطار اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي والدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة المهرجان طبعاً يمثل جزء كبير جداً من القاهرة عاصمة الشباب العربي وإحنا نهاردة الاحتفالية إن شاء الله بتعبر عن إمكانيات وزارة الشباب والرياضة والأعمال اللي بتقوم بها وزارة الشباب والرياضة في المجال الشباب مش بس الشباب المصري الشباب المصري والشباب العربي وفي نغبة كبيرة النهاردة في الحياة من الضيوف غير أولادنا اللي هتشوفوا موهبهم عاملة زيان قال نقيب الموسيقيين الفنان هني شاكر إن مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي مهرجان فني عربي عالي تمثيل وطلب بتكرار المهرجان السنوية طبعا أنا سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة ووجودي في هذا الاحتفال العربي الفني الكبير تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخويا وحبيبي الدكتور أشرف صبحي الحقيقة النهاردة إحنا في تجمع عربي جميل من الشباب الوطن العربي وإن شاء الله يا ربي هذه التجربة تتكرر كل سنة بإذن الله وإحنا يعني دور النقابة ودور الموسيقى عموما هي لم شمل العرب في كل مكان الحقيقة ده يعني عايز أقول الهدف الأساسي من الفن والهدف الأساسي من الموسيقى وخلال الجلسة الختمية المؤتمر قومي لبرلمان الطلائع والذي عقد بمقر مجلس المواب أكد وزير الشباب يورياض أشرف صبحي على حرص الوزارة على تعميم تجربة برلمان الطلائع لتشمل مختلفة محافظات الجمهورية معتبرا أن أول أهداف برلمان الطلائع هو تعميق فكر الانتماء والولاء للوطن بشكل عملي وعدم الاتفاء بالعبارة الإنشائية النهارة ببقى أنا سعيد جدا بكم وإن شاء الله يكون فيه كل الدعم والتفكير في تطوير الفكر تطوير الفكرة بالكامل إذا كان الفكرة مدولة بالفعل في المحافظات فبرضو هنقف مع جمالاتي اللي بشكركم على هذا العمل الجديد المتمكن لكن هنقف من هنا ببعض الأداف الأخرى إزاي نعمل الفكرة في الكم مع الكيف الكامل مع الكيف إزاي يوصل لكل طلائع مصر بمجموعة من الأمشطة من خلال حضراته ومن خلال إقدارة المركزات للطلائع خلال إقداراته التي تقدم السن ده لأنه مش هنسيه حد في مصر السن ده إلا ما نقوله مصر عظيمة لازم يكون ملاقة لمصر بالفعل في العمل ولسا بالتوديد الإنشاء مننا لكن من خلال تلك المشروعات بدوري أبدى وكيل مجلس أنواب السيد محمود الشريف إعجابه بتجربة برلمان الطلائع وكشف وكيل البرلمان عن موجود اتجاه داخل المجلس لإتاحة فرصة أكبر لمثل هذه التجارب من خلال معايشة العمل الحقيقي تحت قبة البرلمان لتعريف الطلائع والشباب بطبيعة العمل النيابي ودوره في الحياة السياسية إحنا ما شاهدناه اليوم من الأدوات الرقابية بيستعملها أبنائنا من الطلائع المستقبل وهذا البرلمان ده فعلا شيء أكثر من رائع وأكثر من ممتاز وفي نفس الوقت إحنا يعني في حاليا في اتفاق كامل داخل مجلس النواب رئيس المجلس والوكيلين وعضاء المجلس ورؤساء اللجان إن إحنا ندي مساحة أكبر داخل البرلمان للتجربة الشبابية داخل البرلمان عشان يعيشوا الواقع وفي نفس الوقت يبقى فيه فكر لديهم عن كيف يدار البرلمان المصري والأدوات الرقابية والتشريعية داخل البرلمان إيه هي شرك البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقسية في يوم الصلاة من أجل الشرق الأوسط والذي يقام بناء على دعوة من بابا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هذا رفع البابا توادرس صلاته باللعة العربية من أجل الشهداء والمصابين داعيا أن يعمى السلام العالم وأن تنتهي الحروب بمنطقة الشرق الأوسط وقد دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بوضع حد لما اسماه باستفادة قلة من معاناة كثيرين وخلال اجتماع للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط أدان البابا فرانسيس التعصب وتطرف باسم الدين واعتبر أن الوضع الراهن للقدس يجب احترامه بصفتها مدينة مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين مجددا تأييده لحل الدولتين لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي قامت مدرية أمن الجيزة بتوجيه قافلتين إحداهما طبية والأخرى مرورية لمدينة الوحاة البحرية وتوزيع سلع غذائية على المواطنين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعظيم الدور المجتمعي ودعم أطر التواصل مع جميع المواطنين انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تفعيل الجانب المجتمعي في جهودها بخاصة ما يتعلق منها بمبادرات إفادة القوافل الطبية إلى الأماكن التي تحتاج لذلك أيا كان موقعها فقد قامت مدرية أمن الجيزة بالتنصيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتوجيه قافلة طبية لمدينة الوحاة البحرية ضمت كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية وقام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في ذلك بالمجان مع صرف الأدوية اللازمة لهم وحرص مدير أمن الجيزة على الإشراف على هذه القافلة حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات المبادرة لم تقتصر على القوافل الطبية وإنما شملت توزيع سلع أساسية على المواطنين لتخفيف العبء عنهم كما ضمت قافلة مرورية لفحص السيارات التي حل ميعاد فحصها لتسيير إجراءات التراخيص لأصحابها أحبطت جهزة الأمن محاولة تشكيل عصابي لتهريب كمية من المواد المخدرة كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد جمعت معلومات تفيد اعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس من الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي وترويجها على عملائهم داخل البلاد ضربة جديدة ضد طقار وحائز المخدرات تضاف إلى سجل نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على ظاهرة انتشارها فقد استطاعت الإدارة إجهاض مخطط تشكيل عصابي لجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأسيوية عبر ميناء القاهرة الجوي حيث رصدت الإدارة عناصر التشكيل واعتزامه جلب هذه الشحنة لترويجها بين أوساط الشباب حيث تنوعت الأدوار ما بين الصفر لعقد الصفقات والجلب والإخفاء والترويج بعد الرصد والمتابعة تم ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل قادمين على متن رحلة تابعة للشركة الوطنية من الدولة المعنية وبالتفتيش عسر على عشر كيلو جرامات من مخدر الآيس داخل أكياس أطعمة وهواتف محمولة ومبالغ مالية متنوعة تم ضبطها وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل إلى هنا ينتهي حصادنا لهذه الليلة ونذكركم بأهم معرضنا في ختام مباحثات وزير الخارجي الأمريكي ونظري الكوري الشمالي بيونج يانج تبدي استياءها وبومبايو يصفها بالمثمرة الجيش السوري ينتشر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن وروسيا تؤكد توصل الاتفاق النهائي حول درعة ورئيس الوزراء يتابع تطورات حادث حريق مستشفى الحسين وشيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيقنا ودائما بإمكانكم مدابعة المزيد عبر حساباتنا الرسمية على فيسبوك كويتر ويونجي شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابع لقاون إخباري جديد يأتيكم على رأس الساعة